أيد المستمر لكننا لا نتحدث بالضرورة عن الآلات المعقدة المستخدمة في إنتاج الصواريخ وما شابه فهناك العديد من الآلات التي ظهرت حديثا والتي لا يعلم بوجودها معظم الأشخاص حسنا دعنا نوضح الأمر في فيديو اليوم جمعنا لكم بعض الأجهزة الغير عادية والمفيدة من جميع أنحاء العالم لننطلق آلات لصنع الطوب هناك العديد من التقنيات المختلفة لصنع الطوب لكن بعض البلدان مثل الهند ما زالت تعتمد عن العمل اليدوي ومن أجل إعفاء الأشخاص من هذا العمل الشاق تم اختراع هذا الجهاز الذي يصنع الطوب أثناء تحركه من الصعب تخيل المدة التي يستغرقها الشخص لصنع نفس الكمية من مواد البناء يومان أو ثلاثة كافية من أجل إتمام هذا العمل أو أسبوع ربما لأنه يجب تجميع كل الطوب وتحمله ويرسله إلى موقع العمل رغم كل هذا يجب الاعتراف بأن هذه الآلة ستسهل العمل بالنسبة لآلاف الأشخاص أصبحت الروبوتات تغزو كل الأماكن والمجالات ويتم كل سنة إنتاج المزيد والمزيد منها حاليا توجد العديد من المشاريع التي تدمج الروبوتات بالمناشير لتسرع إنتاج المواد التي تعتمد على الخشب رغم أن عبارة روبوت بمنشار تبدو مخيفة قليلا لا سيما إذا ربطناها بنظريات تمرد الآلات وغيرها من المخاوف الإنسانية بالطبع لا يزال أمام الروبوت الكثير ليتعلمه لكن في الوقت الحالي فإن مثل هذا الجهاز قادر على إنشاء كرسي كامل على سبيل المثال بالإضافة لكل ما رأيناه فهذا النجار الميكانيكي بالتأكيد يعمل بتقنية عالية وشكل أسرع على الرغم من أننا بعيدون كل البعد عن جعل كل شيء يعمل أوتوماتيكيا إلا أن هناك الكثير من المشاريع المتكاملة للإنتاج الآلي في عدة مجالات ولا يجب إنكار النتائج المذهلة لعمل هذه الروبوتات الميكانيكية الرائعة آلة بلاسترك أثناء عمليات الإصلاح هاته غالبا ما يكون من الضروري التخلص من الأرضيات التي تركها السكان السابقون إذا كنت تريد على سبيل المثال وضع باركيه الخشب باللون الكرازي بدل الأرضية القديمة المغطاة بمشمع دام لأكثر من عقد ويحتاج لمجهود كبير من أجل إزالته يمكنك طبعا إزالة الطبقة القديمة يدويا ولكن هذا يتطلب الكثير من الوقت والكثير من القوة البدنية بالإضافة إلى أنه عمل ممل جدا لحسن الحظ أن الإنسان اخترع أجهزة خاصة يمكن أن تؤدي هذه المهمة بكل سرعة وسهولة إنها آلة بلاسترك الصامتة هذه بمعنى آخر حتى لو كان أحد جيرانك منشغلا في أعمال تحتاج الهدوء فلن يضطر إلى الخروج هاربا من الصوت الصخب للآلة هذا الجهاز مناسب لإزالة الشمع والسجاد وأرضيات الفنان والبلاط والأسطح البيتومينية بشكل عام سيتكفل بلاسترك بكل شيء بطبيعة الحال معدات بلاسترك ليست الوحدة في الأسواق بل يمكنك العثور على خيارات أخرى أكثر فاعلية لكن لا تنسى إغلاق أذنيك العربة اليدوية تم عادة نقل الأشياء الثقيلة من المستودع إلى موقع العمل باستخدام الرفعات إذ يمكن العثور على هذه الأجهزة الصغيرة تقريبا في أي مكان يحتاج إلى رفع شيء ما ولكن ماذا لو كانت المساحة التي تعمل داخلها محدودة جدا كمحل تجاري صغير أو ما شابه وفي نفس الوقت يحتم عليك التعامل مع الأشياء الثقيلة باستمرار لهذا السبب تم اختراع العربة اليدوية الكهربائية لتتناسب مع هذه الحالات يتعلق الأمر بجهاز عالمي يساعد أي شخص على رفع وتحميل المعدات أو بعض الأشياء الثقيلة الأخرى والتي قد يصل وزنها إلى غاية 140 كيلوغراما بالطبع عربة من هذا النوع لن تنافس قوة الشاحن الحقيقي لكنها مناسبة جدا للتعامل مع الأشياء الصغيرة والثقيلة في نفس الوقت بالتأكيد لن ينقلب الجهاز بسبب الثقل لأن الشركة المصنعة تحارست على توفير التوازن لهذه العربة اليدوية حتى تكون آمنة قدر الإمكان للمستخدم لاستبدال إحدى أنابيب المجارب أخرى ليس من الضروري إفساد سطح الطريق بالكامل أو حفر آبار أو التسبب في قطع الطريق لعدة أيام لأن هناك آلة أوتوماتيكية خاصة يمكنها قطع الإسفلت والخلصانة في أسرع وقت ممكن العملية طبعا لا يمكن أن تكون صامتة كليا لأنه لا وجود لعمل صامت بمواد صلبة يتم التحكم في هذه الأجهزة عن بعد بمساعدة جهاز التحكم بعد ضبط الإعدادات طبعا التي تتحكم في درجة الامتداد والعمق وحتى سرعة غمر الشفرة في المادة وللتحكم في هذا الجهاز يتطلب الأمر أكثر من شخص واحد والمهم أنه يقوم بالعمل المطلوب بسرعة فائقة مستعينا بأقل عدد من المهنيين روبوت النمل الأبيض إذا سبق أن رأيت تل النمل الأبيض ولو لمرة واحدة على الأقل فلا بد أن تتساءل عن الكيفية التي مكنت هذه الكائنات الصغيرة من بناء مثل هذه الهيكل المثيرة للإعجاب دون اللجوء إلى أي خطة بناء أو رسومات هندسية وهذا ما دفع مجموعة من العلماء إلى الاستلهام من النمل الأبيض بعد مراقبة سلوك هذا النمل طور الباحثون في جامعات هارفارد روبوتات قادرة على بناء قلع وأبراج وأهرامات مسترشدة بمجموعات بسيطة من القواعد السلوكية بالطبع هذه الإنشاءات بعيدة على أن تكون جميلة من الناحية المعمارية ولكن هذه كانت مجرد بداية تعمل كل من الربوتات بشكل مستقل حيث تتحرك على طول شبكة افتراضية ويمكنها عند الضرورة أن تضع كتلة بناء وتسلق السلم الذي تم تشكيله عند وضع الكتلة أو قلبها في الاتجاه الصحيح للتنقل في محيطها تستخدم الربوتات أجهزة استشعار تسمح لها باكتشاف الكتل أو الربوتات الأخرى المحيطة بها وبذلك تتفاعل مع هذه المحفزات بطريقة معينة تسمح لها مثلا بوضع كتلة حولها أو الاستبرار في الحركة خلال عملية البناء لا تحتاج روبوتات النمل الأبيض إلى أي معلومات حول مرحلة العمل التي وصلت إليها أو ما تفعله الربوتات الأخرى وإذا فشلت أحدى الربوتات النمل الأبيض في إنجاز العمل فإن بقية الربوتات ستهتم بالمهمة دون الحاجة إليه إنه المستقبل المثالي لعالم البناء إن شاء الأنفاق تحت الأرض هي مهمة صعبة جدا وتتطلب الكثير من الدقة والاهتمام ومجموعة من الآلات لتسهل هذه العملية قام مهندس الشركة الأمريكية لوك بلوك بابتكار شاحنة تسمى زيبر تراك والتي يشبه مبدأ عملها مبدأ تثبيت السحاب على الملابس حيث يسمح هذا النظام ببناء أقواص عن طريق تثبيت الكتل الخرسانية المقوهات والتي تركب على شكل أقفال بطريقة مماثلة للعبة الليغو من قال إن لعاب الأطفال عديمة الفائدة؟ تم تصميم النظام بطريقة تجعل الهيكل المصنوع قويا جدا دون استخدام مواد بناء أخرى تتطبق الكتل مع بعضها البعض وتظل صامدة بفضل قوانين الفيزياء حيث يتم استخدام الشاحنة نفسها كقاعدة للقوس ويتم تغطية سطحه بكرة خاصة تسمح للسيارة بالتحرك حتى تحت وزن الكتل المحملة وبمساعدة هذه الآلة يمكن أيضا بناء أنفاق للسكك الحديدية والطرق والجسور والملاجئ ضد الكوارث الطبيعية وجميع أنواع الخنادق والجسور وقنوات الصرف على سبيل المثال إذا كنت تتوفر على المال الكافي وتحلم دائما ببناء منزل كالذي يعيش فيه سلاحف النينجا فكل ما تحتاجه فقط شاحنة زيبر تراك وسيتكفل بإنجاز العمل بسرعة فائقة لدرجة أنه يحتاج إلى 24 ساعة فقط لبناء نصف كيلومتر من النفق وبعد ذلك يمكن استخدام النفق على الفور شاحنة تنظيف الأنفاق هل سمعت من قبل عن تنظيف الأنفاق؟ أجل الأنفاق محمية من الأمطار ولكن هذا لا يعني أنها خالية تماما من الوساخ من المستحيل اعتبر الأنفاق مكانا نظيفا لأن المئات إن لم نقل الآلاف من السيارات تمر منها كل يوم وهذا يعني أنها بحاجة للتنظيف أيضا لكن هل يمكن فعل ذلك؟ إذا أردت القيام بهذه العملية فلن تضطر لحمل سلم وتنظيف كل متر يدويا باستخدام إسفنجة أليس كذلك؟ منذ بضع سنوات وبعد تلقي شركة التنظيف شكاية غريبة من أحد الأشخاص بسبب التهاون في تنظيف نفق صنعت الشركة السويسرية لإنشاء الطرق كولا سويس آلة خاصة مصممة لتنظيف مثل هذه الهياكل والنتيجة كانت عبارة عن أخطبط ميكانيكي حقيقي شاحنة مجهزة بسبعة أذرع متعددة الوظائف لكل منها فرشات هذه الأذرع عبارة عن أجهزة مفصلية يتم التحكم فيها بواسطة نظام هايدروليكي حساس مزود بأجهزة استشعار حيث تتم هذه العملية دون الحاجة لاستعمال منظفات ولكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الأجهزة يمكنها تغيير موقعها تلقائيا والتكيف مع تضاريس النفق دون ترك أي خدوش أو نتوآت يتم تشغيل هذه الآلة عادة بواسطة ثلاثة أشخاص وهم السائق واثنان من العمال اللذان يتحكمان في عملية الغسيل بالمناسبة خلال عملية التنظيف لا يعقل اختبط الأوتوماتيكي حركة المرور تماما ولكنه يتحرك تدريجيا على طول الجدار ويحتل نصف الطريق فقط وأخيرا فارمبوت إذا كنت تعتقد أن أروع الآلات هي فقط تلك التي تستخدم في البناء والطرق والأغراض الإصلاحات فيجب أن أخبرك بأنك مخطئ تماما نقدم لك فارمبوت الروبوت البستاني المذهل تم اختراع هذا الجهاز من طرف المهندس روري رونساوند من كاليفورنيا لغرض محدد وهو زرع النباتات وسقيها وتزويدها بجميع أنواع الرعاية فارمبوت عبارة عن هيكل معدني مجهز بعربة يدوية وأكسسوارات قابلة للاستبدال من أجل زراعة البذور وأسقي النباتات وقطعها يتم طباعة الأجزاء البلاستيكية بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد ويتم التحكم في الروبوت بواسطة أجهزة كومبيوتر صغيرة بطريقة مشابهة للأجهزة الحديثة الأخرى يختار مالك المزرعة بمساعدة تطبيق هاتفي أو برنامج خاص نوع النبات والمكان المناسب للقيام بذلك ويمكن للروبوت التحقق من التقصي في الوقت الحقيقي أما بالنسبة للري فيمكنك استخدام الحاوية التي يمكنها جمع مياه الأمطار كما أن فارمبوت لا يحتاج إلى الاتصال بشباكة الكهرباء ولكنه يستخدم لوحة شمسية صغيرة كمصدر للكهرباء بغض النظر عما يمكنك قوله فالتكنولوجيا الحديثة تهتم بالبيئة بالمناسبة فقد قام الروري رونساوند بوضع برنامج معلوماتي مجاني لفارمبوت بالإضافة إلى خطة لجعل جهازك متاحا قدر الإمكان بعد كل شيء فإن غرض الروبوت البستاني هو السماح للأشخاص باستخدام نظام حديث لإنتاج المواد الغذائية